السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رابيا خان طبعا اليوم راح يكون موعدنا مع الدورة المجانية صانع الواقع المتعمد طبعا اليوم راح نشتغل على تمرين رقم عشرة تمرين رقم عشرة عبارة عن خريطة امتنان أو خريطة امتنان أو خريطة الاهداف يتم صنعها لكي بناء على الخريطة الفلكية طبعا كما ذكرت لكم سابقا دائما بتكون عندنا الخريطة الفلكية عبارة عن دائرة مقسمة على 12 قسم الـ 12 قسم يكون فيه له 12 برج وكل برج يختص بمواضيع معينة أو كل بيت يختص بمواضيع معينة فمثلا البيت الاول يختص بالامور الخاصة في الشخصية البيت الثاني يختص بالاملاك والممتلكات المالية وكل ما يملكه الانسان وهكذا سوف أضع لكم منشور يتحدث عن كل بيت من البيوت الاطمعش في الخريطة الفلكية الآن ننتقل إلى الجزء الأهم وهو كيف سوف نقوم بصنع هذه القريطة عبارة عن ورقة بيضاء وننصح باستخدام ورقة بيضاء ونهسم عليها دائرة ونقسم الدائرة إلى 12 جزء أجهزها وارجع لكم الآن كما ترون هذه دائرة ومقسمة إلى 12 جزء نقوم برسم الـ 12 نقسمها من الأمام ومن الخلف فالجهة تكون لوضع الأهداف والجهة الأخرى في حال تحقق الهدف نقوم بوضع الامتنان لتحقق الهدف كما تعلمون أن الامتنان يزيد من الخير والبركات والتوسع لذلك لا بد أن نقوم بربط جميع أهدافنا بالامتنان المستمر فالآن سوف نقوم بوضع الأهداف في هذه الدائرة الفلكية كما ذكرت لكم سابقا أن كل بيت يختص بأمر معين فهذه الدائرة ميزتها أنها سوف تساعدكم لوضع الأهداف بناء على أمور تخص جزء معين من حياتكم وبناء على خريطتكم الفلكية وفي حال تحقق الهدف نقلب الورقة ونضع الامتنان في البيت المقابل له ففي حال مثلا وضعت هدف وضعت هدف نحطة وضعت هدف مثلا هذا نقوم بترقيمه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش واثمع عشر مثلا وضعت 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 هدف انوي الحصول على مبلغ مثلا مبلغ خمسة آلاف ريال مثلا انوي الحصول على مبلغ خمسة آلاف ريال اوكي عندما اقلب الورقة عندما اقلب الورقة ولاحظ ان هنا يوجد البيت الثاني هنا يوجد البيت الثاني واقوم بوضع الهدف في نفس المكان فاعود بالترقيم اقوم بالترقيم مرة اخرى اقوم بالترقيم مرة اخرى هنا هنا يقع هنا يقع البيت الاول فاضح هنا واحد ومن ثم هنا يقع البيت الثاني هنا يقع البيت الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر 11 و 12 طيب أنا وضعت هدف في البيت الثاني وهو هدف مالي البيت الثاني وضعت فيه هدف مالي تحقق الهدف والحمد لله أكتب الامتنان هنا أكتب ممتنى للمبلغ المالي الذي حصلت عليه فظلمت فهمتم وهكذا نصل إلى نهاية فقرتنا لليوم في تمرين العاشر الامتنان والأهداف بالخريطة الفلكية دمتم سالمين نلتقي في وقت قادم